سلسلة الزلازل التي تضرب إيران بشكل شبه دوري ليست وليدة العهد فغالبا ما تتعرض طهران لهزات أرضية متكررة بعضها مدمر نتيجة وقوعها على جانبي خطوط صدع رئيسية أكثر من 700 شخص هي أحدث إحصائية لمصابي الزلزال الذي ضرب الحدود الغربية لإيران مع العراق الأحد بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر الأمر الذي دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني بطلب بدل المزيد من الجهد الممكن لمساعدة الضحايا فيما أكد هوشنك بازوند حاكم كرمن شاه للإعلام الإيراني أن لديهم 729 مصابا تلقى 700 منهم العلاج ولا يزال نحو 18 في المستشفى مصادر إعلام إيرانية نقلت عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني محمود محمدي أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى إضافة لبثها لقطات لمنازل لحقت بها أضرارا في بلدة سرب الذهب التي ضربها الزلزالين آخرين بلغت قوتهما 5.2 و4.6 درجة صباح الأثنين بعد الزلزال الأخير الذي أعقبه 161 هزة ارتدادية وشعر سكان سبعة أقاليم على الأقل بالزلزال لكنه كان أقوى في إقليم كرمن شاه المخاوف من توابع الزلزال أجبرت العديد من الناس على قضاء الليل في الشوارع وسط طقس بارد كما سبب الزلزال انهيارات أرضية وقعت في بعض المناطق كما وشعر السكان في الكويت والعاصمة العراقية بغداد بالزلزال إضافة لأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق ومحافظات عراقية أخرى لكن لم ترد أنباء عن خسائر وكان الزلزال وقع العام الماضي وبلغت قوته 7.3 درجة أودى بحياة أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف يذكر أن إيران شهدت العام 2003 زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في إقليم كرمن أدى إلى مقتل 31 ألف شخص وتسوية مدينة بام التاريخية بالأرض